موسيقى 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 السلام عليكم اخوتي اهلا مرحبا بكم في مطبخ وصفة لالا فاطماني وان شاء الله فصفة جديدة اخليكم مع المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير نحتاج هنا ثلاثة ديال كؤوس ونصف يالدقيق الابياض ما يعادل تقريبا 500 جرام كذلك نحتاج هنا الكأسين من الساميد الرقيق او الدقيق القامح الصلب او الساميد الناعم مهم عنده بزد يسمية ما يعادل 250 جرام بالنسبة للناس اللي ما عندهم مش الميزان فانا كنوزن بهذا الكأس يعني الكأس ديال العباء كذلك نحتاج هنا يا نصف ملعقة كبيرة من الملح كذلك ملعقة كبيرة من السكر بالنسبة للسكر فهو كيعطيه اللون يعني اللي بغيتوا استغنوا عليه استغنوا ماشي مشكل كذلك بالنسبة الكمية اللي بغيتوا ضوبلوها فماشي مشكل نضيف هنا الماء البارد نعجل العجينة بالماء البارد غير بشوية نحاولو نضيفه الماء البارد على دفوعات بشكا يعني ما يجرش معانا الخالط بالنسبة للعجينة فمخصاش كل عجينة قصحة بزاف يعني العجينة العالية ديال المسمن كنحاولو في الأول نخليوها خفيفة شي شوية باش هكا مني كمقع ندلكوها يعني كتتماسك معانا شي شوية كيما كتشوفوا معاي فانا هنا يبديت كندلكها ندلكها تقريبا هكا واحد جوجد قايق ما كاملاش غير شي شوية كندلكوها باش هكا كنتأكدوا بانا الدقيق اختفى 100% مباشرة هنا بعد ما دلكتها نحاول انا نديرها في واحد البلسيك غدائي اللي فهم زيان يعني احتمي بقاش اللي هو كيدخل وغنخليها هنا نص ساعة يعني مني عنخليها نص ساعة غتتدلك بوحدة ولكن عندكم الوقت يمكن لكم تخليها تساعة ولا جو السوية فماشي مشكل انا هنا غنخليها غير نص ساعة كيما اخدلكم كيما كتشفو معاي هنا بعد ما دست نص ساعة فغنحيدها من البلسيك يعني هنا في الأول مدهمت لعجينة أو أغلاء يعني نية شا ندرت لها البلاسيك هنحاول انني ندلكها غير شي شوية يعني دقيقة ما كاملاش كيما كتشفو معاي هنا يعني ما غن ما غنبدلش معاكم غنخلي نفس اللقطة غير كانت طريق constituents بهذا الججل يعني تقريب انا كواحد دقيقة ما كاملاش Heالhake هذكل فهذا هو القوام دياله يعني كسكو العجينة على رطبة يعني كتتلك بوحدة مني كنخليوها ذاك نصاعة كتتلك دبا عندهنها بوحد شوية دية الزيت النباسية وهنعطيها بالبلاثي كنخليها 10 دقايق يعني هدلمرة ما كنخليوها شوية غير شي شوية غير حتى ترتاحنا شي شوية باش ندوزو نكوروها وهكاك يصبح شكلية العجينة بعد مدازة 10 دقايق كما كتشوفو معاي في العجينة ولا سمطاطية يعني ولا ترطبها ومدلوكا دبا مباشرة هنه عندي واحد البلاطو واندهنوا بوحد شوية دية الزيت النباتية هنحاول انا ننكور العجينة الكوائرات اللي كونه صغيرين يعني ما ديروش الكوائرات كبارين بزاف يكونوا صغيرين باشاكا يمنينجون ضوبلوهم ما نحصلوش على المسمنة اللي تكون كبيرة بزاف من بعد ما كوارت العجينة مباشرة هندرلوح شوية دية الزيت النباتية وغنغطيها بالبلاثيك مرة أخرى وخليها ارتاح مويم كما عارفين را المسمن ضروري خصو يرتاح باشاك كمينجون نصرحوه يتصرح معانا يعني ضغية هنن بعد ما ارتاح المسمن شي شوية فهو كيو اللي يرتب فلي هاتشكل دبا مباشرة عندو دو باش نصرحوه دائما يكونوا كنصرحو العجين كنصرحوه بالزيت النباتية حاول انني يعني في الاول نكتر الزيت النباتية لحقاش كيكون يعني سطح العمال مازال ما فيهش زيت مويم هنا يا فاناكت في الاول يعني دهمت سطح العمال وعادة ديت كنصرح العجينة كما كتشوفو معاي العجينة كتتصرح بسرعة يعني وما كتشرق موالو كتجي العجينة مطاطية يعني زوينة في الخدمة لا شكل كما كتشوفو معاي يعني ما كتتقطعش طبعا نحاول انني اندهنى واحد شوية ديال الزبدة اللي مدوبة كذلك هندهنى واحد شوية ديال فينو اولا دقيق القمح الصلب لا شكل مباشرة غنحاول انني نتنيها على شكل مربع دائما العجينة خصنا نصرحوها تكون رقيقة يعني ما نجيوش نتنيوها وهي مازال غليضة خصنا دارو نصرحو العجينة بزيان حيط العجينة ما فيها لخميرة لوالو باش تجينا مورقة خصنا نصرحوها تكون رقيقة بني كنثني العجينة كنوضعك واحد شوية ديال الزبدة وكذلك شوية ديال الفينو باش اكي كدشينا الطبقة ديال العجين كدشي مورقة لها تشكل مباشرة بعد ما كنصرح العجينة كنحاول انني انطلقها على شكل مربع لها تشكل يعني غير بالشوية لحقش يعني ما خليناش العجينة احترتاحة كنصرحوها غير بالشوية كنعطيوها الوقت بالنسبة للعجينة كنحاولو مرقواش كتر من القياس باش هكي كدشينا مورقة مباشرة عندي هنا واحد الميقلات اللي سخون عنضيف لواحد شوية ديال الزيت النباتية بالنسبة الزيت النباتية فكنضيفوها غير في الاول كندهنو الميقلات لابو مباشرة بعد ما كنوضع الميقلات كنخليها غير شي شوية باش هكي منيجين قلبا ما تكسرش معاي وكامقا نقلبها يعني كامقا نقلب فيها باش هكي كتنطافخ معاي ما كنخليش نسم من احتها كالطيب عاد كندوز باش نقلبها لا مباشرة مني كنوضعها كنخليها كما قلت لكم غير تنشف غير شي شوية وكمدا نقلبها نقلبها وهي كتنطافخ كما كتشوفو معاي العجينة كتجي رائع وكتجي منفوخة ولا هاتش كتلي ما كتشوفو معاي بهاد لوقيتها كنخلي المسم منها بطيب وكندوز باش نطلق قويرة اخرى بنفس الطريقة الاولى كنسرحها تكون رقيقة ضروري كنركز لكم عليها ما تكون العجينة رقيقة على هاتشكل بعد ما بقى كيبلي سطح العمل على هاتشكل كنحاول انا اني نوضع واحد شوية ديال السبدة وكذلك واحد شوية ديال الفينو ومباشرة غير رجع نشوف على المسم منها ديالي فهي ما زالك الطيب يعني كنقرق بها مرة مرة كنقلبها وانا كنسرح العجينة تبرا كما كتشوفو معاي رقربة طيب في نفس اللحظة عندي العجينة نسرحها على هاتشكل يعني كنخليها غير احتكي والوين ديالا دهبي مباشرة كنوضعها فوق العجينة اللي سرحته من قبل كنحاول انا لما زيارش العجينة بزاف مني نكون كلفها غير بشوية وهي مرخوفة لهاتشكل نكلفها على الحبة ديال المسم من ومباشرة كندوز باش نطيبها يعني كنوضعها في المقلاس ما كنضيف لا زيت لوالو لهاتشكل كنحاول الان اني نخليها غير شي شوية وكنقلبها ومن بعد كم قمرة مرة كنقلبها خصوصا في الاول كنحاول اني ننقلبها مزيان على هاتشكل ومن بعد كنخليها الطيب على خطرها وفي هاتلوقيتها كنخلي المسم منها كالطيب وكنرجع باش نسرح العجينة كما كتشوفوا معاي فان هنا يسرحته يعني لاجينا رقيقة كنوضع لي واحد شوية ديال زبتان دوبة وكذلك شوية ديال الفينو وكان بقرة قبل المسم منها ديالي اللي خليتها كالطيب يعني مرة مرة كنندورها ونقلبها على نار متوسطة كما عارفين فالمسم من را كيطيب على نار متوسطة ما كيطيب شلا نار ليسكون مجهده بشكا ما يتحرقش معانا كان بقى مرة مرة كنحرك المسم منها حتى كالطيب وفي نفس اللحظة يعني عندي واحد المسم منها مسرحة كما اشتو معاي وهكاك يصبح شكي اللي المسم منها بعد ما طابس يعني كتولي مذهبة على هات الشكل دبا مباشرة غانوضعها على العجين اللي كانت عندي مسرحة يعني وانا كان طيب كنسرح العجينة يعني كان قلب المسم منها ديالي وفي نفس اللحظة يعني يدي كيكون خدام كيسرح العجينة على هات الشكل نحاول انا نديرها على الجيهة اللي كتكون يعني في هادك الطاوية كنديرها لتحت على هات الشكل وكنتنيها يعني كنديرها مباشرة وهي مازالة سخونة يعني ما كان خافو موالو على هات الشكل كنحاول انا ننتني العجينة مزيان وكنديرها الطيب في المقلات بلا زيت لوالو يعني غير كدك الزيت اللي بقى لاصق فيها منك تكنسرحها نبقى مرة مرة كنحركها حتى كتولي محمرة على هات الشكل كيما كتشوفو معاي يعني بالنسبة للتحمار يعني عمل احسان خليوها غير مذهبة وهكاك يصبح شكل ديالي المسمنة فهي دبا واجدة يعني فيها ثلاثة ديال القطع ديال المسمن دبا غنحطها وغنوضع واحدة اخرى من الاول يعني غنبدع من الول يعني كل المسمنة غنضير فيها ثلاثة ديال المسمنات دبا كيما كتشوفو معاي فانا وضعت هنا يا واحد المسمنة يعني غنطيبها من الاول كيما كتشوفو معاي فهي كتنطافخ وكتجي من فوق خايم كلكم كذلك لما بغيتوش تضوبلو المسمنة بحالي ضوبلتو انا على ثلاثة يعني تضوبلوش يعني غير بها الطريقة يعني ما تضوبلوش يعني وخا غير على واحد كي يجيزوين مهم انا غنستمر على هالطريقة ونطلقى ان شاء الله في شكل نهائي وهذا وشكل ديال المسمنة بعد مساليته كامل كيما كتشوفو معاي فكيجي مورق وكيجي رائع جدا ومهم اهم حاجة وانكم خسكم تورقوهم زيان حتيولي يعني العجين رقيق عاد وضعوا المسمنة الاخرى فقدك العجين يعني خسكم يعني ضروري تورقوه بشك يجيكم يعني مورق وما يجيش غليض كذلك هنا يا فأنا يعني مني قربت نسالي وضعت جوج ديال المسمنات يعني طيبتهم بالطريقة العادية ديال المسمن سا هو كيجي رائع وكيجي مورق فبنسبة لهاد العجينة كتجي صراحة وعرة إلا بغيتوا يعني ديروا غير المسمن العادي بها فماشي مشكل انتوما كيبقى لكم الاختيار لابغيتوا ديروا مسمن عادي ولا ديروا بحل هاد المسمن اللي درس انا يعني نفس العجينة كيجيب ديك الشي غزال ودبعا بقالي إلا نمدعكم لعجبكم الفيديو متاش دعموني بلي لايك ودريك كتو أول ما راك تشوفوني ما تنسوش تاركو في القناة وفعليوا الجرس بجايما نتوصو بالجديد مع السلامة ونطلقوا في فيديو آخر